التحكيمي الدولي الكبير يعني التعليق على بعض الحالات التحكمية طبعا مش هتبقى معانا مادة في المية ولكن هيبقى معانا صور ولا يكت ياسر صح؟ معانا صور عشان احنا ما عندناش حقوق البث يعني وكده كابتن ياسر دينا كده نبذة عن تقيم التحكيم الاول ايه اللي حصل يعني فيه كده ربكة هات إبراهيم نور الدين وبعدين عملوا مسحة لأمين عمر اعتقد طيلي عنده كورونا اعتقد وبعدين جابوا براهيم نور الدين عشان عمل مسحة وبعدين جابوا الفار مكان الرابع والرابع مكان الفار طبفلت الحكم ده يا كابتن اصيب مين لا يحكم يعني دينا برضو كده طيب خلينا في الحاجات دي خلينا في البداية انا دايما متعاوض في البداية ان انا ببارك او بهني الفريق الكسبان وبقول هارده راك للفريق المهزوم احبوه مبروك للزمالك برضو الأداء النهارده انا بقول بصراحة مبروك للاتنين مبروك للأهل المكسب ومبروك للزمالك الأداء بهني الجهاز الفني بهني أمين مرتضى بهني مجلس الإدارة بهني المصري المرتضى على انه هو وفر تقريبا كل الأجواء للفريق صحيح واللعيبة تقريبا العمل كل اللي عليها ولكن عنصر التوفيق ده بتاع ربنا يعوض ان شاء الله في اللي جاي وقالف وبروك للنادي الأهلي وفي الآخر هو بطولة مصرية طبعا حيك بدأت لأنا عايزة أبدأ الأول قبل المباراة يعني هنخش على التحكيم يعني هنقول ان الأسبوع الأخير كله تقريبا كانت كل المواقع وكل العلوين بتقول ان الردوان جيد هو حكى المباراة وأنا من وجهة نظري ان هو كان الأحق والأقدر بان هو دير المباراة هو فنيا الرقم واحد في أفريقيا وأعتقد ان هو لما اتقال اسمه ما كانش فيه اعتراض من الناديين يعني ما اسمعناش ان حد من هنا اعترض حد من هنا اعترض ولكن هما وصلوا بعد ما وصلوا لازم طبعا بتعمل لهم مساحات عشان يقدوا من وراء أو ما يقدوا هاش اللي أنا بس استوقفني ان أنا جات للمعلومة ان هو عمل ثلاث مساحات مسحيتين سلبي يمكن حقيق الإجابة من معلومة مسحيتين سلبي ومسحة الثالثة كانت إيجابية وهو ما علهوش أعراض وبالتالي طبعا استبعد من اللقاء كحكم فار ولكن اختيار مصطفى غربال من البداية يعني برضو كان معلومة بس يمكن وصلتنا النهاردة ان هو كان معين من المباراة من البداية من قبل تأجلها اول مرة وبعد كده تأجلت ففضل هو حكم المباراة ده برضو معلومة وصلت الحقيقة فين ما حادش عايف الحقيقة فين يمكن أنا كنت قاعد مع خالد الغندور هنا وقلت رقم واحد ردوان رقم اثنين حيبقى غربال وده طبيعي كلنا كنت توقعين ردوان جيد هو حكم اللقاء وكنا حطين رقم اثنين غربال بالنسبة للأداء وبالنسبة للتعايلات اللي حصل بس يمكن احنا كنا مستبعدين شوية علشان جربة فرحة المداربة بالضبط كده ويمكن برضو تم استبعاد ردوان من المباراة لان مثلا فيه اثنين لعيبة مغاربة فينزل الزمالك ولكن دي احنا مجبنوها قدامها كتير في افريقيا ممكن المداربة بيكون اهم من اللعيبة في الملعاة صحيح ولكن اللي حصل ان هو تم اختيار مصطفى غربال ويمكن انا كنت قلقان منه من ناحية الخبرات تاريخ مصطفى غربال كله الدولي بيمكن بيتمحور حوالين 28 مبارا 28 مبارا دولية فقط هو لعبه هو رجل دخل القايم 2014 ومن 2014 ل2020 هو لعب 28 مبارا ويمكن كمان اغلبهم في بطولات يعني هو لعب افتاح كاس عالم اندية لعب اربع مطشاط في بطولة الامم الافريقية هنا لعب بطولة تحت 17 لعب كاس عالم ناشئين يمكن هو ده اللي عمله الزيادة في المطشاط بالنسبة للاهي هو اضل مبارا واحد وللزا مالك برضو هو مبارا واحد احنا مش متعودين على الحكم يبقى بالشكل ده في النهائي لأحنا متعودين الحكم يكون لخبرات لتاريخ لمواقف سابقة لتاريخ مع الناديين يعني في وجه نظرك ان الاختيار ما كانش في محله باختيار من البداية من البداية ولكن الحقيقة نبدأ بقى نقيم التسعين ديئة ونشوفها التسعين ديئة دي هل هو كان على وجهة النظر دي ولا عكسها اعتقد بشكل كبير هو اقدر مبارا بشكل كويس ممكن حنقف طبعا على سلبيات ودي حاجة طبيعية وموجودة ولكن هو استخدم مدرسة كليسيكية قديمة شوية اللي هو كان بيتقالينا زمان اتقالوا شوية في الانذارات واجلوها فبالتالي كان فيه قلع عادة تستحق الانذارات هو ما ادهاش وبدأ يدي من الديئة يمكن 73 كان اول انذار وتصعبت بقى الانذارات لغاية ما وسطة خمس انذارات يعني هو بلغاية نحن كان بيحوش الانذارات الغريب ان هو 73 ديئة ما فيش هو الانذار وبعدين فيه ربع ساعة او 19 ديئة لان الرتم عالي لان الرتم عالي الرتم عالي وبعدين كان فيه انذار بس فيه العاب كان تستحق الانذار هو ده اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيه ان فعلا فيه يمكن في اول مجراء ولو معنا اللقبة كان مصطفى محمد وكان فيه اشتراط مع احد لعاب الاهل وتم فيها استخدام الزراع نهاية دي بالضبط كده هو حسب المخالفة ولكن كان مفروض مفروض ان ياخد هنا مصطفى محمد انذار ولكن هو مدلوش حاجة وطبعا اللعبة ما تسحيش اكتر من انذار لان هو حتى فارد ايده ما فيش استخدام للقلبه الحالة اللي بعد كده برضو وكان برضو من وجهة النظر برضو ان هي ممكن تستحق انذار الفاول بتاع حسين الشحات مع اسلام جابر كان فيه فرصة وعدة ولكن برضو هو اكتفى بالمخالفة واكتفى بالتحذير وكان برضو لابد ايه من انذار هنا من هنا بدأت الالتحامات تزيد شوية وبدأ يحصل الالعاب فيها فاولات بدأ هو يحسب فاولات عكسية برضو يعني احنا بنتفرج هنا فيه اهلوية وفيه زمالكوية فالاهولية كان بيتكلمه على ان فيه مسك المسك ده يستحق الانذار على مرة على طريق حامد ومرة على ساسا احنا دايما بنقول ان المسك المرتبط بافساد هاجمة وعدة هو ده اللي فيه انذار ولكن المسك المرتين اللي حصلوا يعني دي تستحق الانذار هنا بقى كابتن دي بقى لعبة يعني الحقيقة احنا احنا نزرباش حتى فاول هو هنا اللعب استمر ما حسبش فاول وما حسبش حاجة ولكن طبعا احنا جايبين اللقطة ان حامد فتحي رجليه رحت على القدم الشمال لزيزه وملعبش الكرة ولعبة زي دي كان ممكن كمان تصحك مع المخالفة برضو انذار وفحيطة مؤسرة ولكن برضو ما فيش كان قرار بالنسبة له ولا باحتسام المخالفة ولا طعم بالتالي بجود انذار هو عنده مشكلة شوية في التحركات برضو دي لعبة من الالعاب المهمة هو حسبها اولا مست يد على محوود علاء على فكرة محوود علاء هنا كان مهاجم مكانش مدافع دي كرة جات في انا جايما انا مسابت الصورة ومسبت الكرة على تمام في الالعاب اللي زي دي واحنا معانا فار انا استنى تمام لو انا اا تكملها وبعدين اكملها وبعدين اشوف انا جات في ايديه ودي هدف طبعا السفارة تلعب بدري فبالتالي كل اللي حصل بعد كده ما كانش ديه قيمة حتى اللي شطوا الكرة بعد كده شطها بعدم اهتمام فبرضو لا يعني كان في حالة زي دي انا اصبر شوية بالصفارة ما انا سمعت السفارة الحاجة ما هركز ليه في الشوطة خلاص بالضبط كده ما عشان كده ما انا سمعت السفارة هركز اكتا كده نجر تيجي هدف عشان كده عشان كده حنا بنقول السفارة تلعب بعدين ارجع لفار بقى برحب السفارة تلعب بدري لا احنا كنا الافضل ان هو كان ينتظر فيها اا شوية بعد كده في حالة تانية اللي هي الحالة الجدلية وهي حالة سقوط بن شرقي داخل منطقة الجزاء وهل هي مخالفة على بن شرقي ولا اا ركل الجزاء لو كان عندنا متاليال كنا حنبين مكان اا مصطفى فين كان واخد من مكان هاي اللي حقيقة شايف منه اا طبعا الكرة هنا اللي قدامنا ان هي بين الاتنين ولكن اللي بدأ باستخدام الزراع هو مهاجم الزمالك اا فهو في الحالة دي هو دي اللقطة اللي هو شافها وبلع عليها قراره ان هي انذار بعد كده حفاق عليك بحالة اا كان ماتش الرجاء والزمالك مع احمد عيد وحصل بعد كده ان المهاجم بتاع الرجاء هو اللي خادت احمد عيد ونزل به ده الشكل اللي بعد كده اللي حصل يمكن لو معانا صورة وقبلها كمان في حاجة تانية استخدام الزراع من اا بن شرقي كان فواج اا يعني انت في اعتقالش ان لو مش ايد اا بن شرقي سبقت في الاول كنا هنتكلم في التحام طبيعي كنا هنتكلم بعد كده ممكن في اعاقة من اللعب الناس لكن هنا هنا بقى من هنا ولكن لحد هنا هو بنا رأيه على الاولانية المخالف المخالف لغاية اللحظة احنا بنتكلم فيها دي هو بن شرقي بعد كده بقت المخالفة تتحول تمام حتى في اللقطة التالتة اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي السقوط السقوط ده كان سببه ان بن شرقي ماسك دراع اي من قرشف اللي طلع علشان احنا قلنا كده ضرب الجزاء ومصر كلها قالت ضرب الجزاء معلش كم طريق انا معلش انك رأيك بس انا 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 لما بتكلم بتكلم بصور تمام انا الصورة اللي عندي الصورة الاوانية ان بن شرقي هو اللي بدأ ان هو يستخدم زراعه اللقطة التانية ان الكوع بتاعه او ايديه في واجه المدافع ده اللي هو شافه وده اللي هو حسن اخطر ما في من براه اخطر ما في من براه ايه بقى كانت مرفوعة جوه المنطقة تلعى محمود علاء اردها بدماغه كام لعيب اقرب للكورة من الاهلي وكام لعيب اقرب للكورة من الزمالك يعني احنا الزمالك اكتر تلاتة كان ممكن يروحوا للكورة ولكن هو كان وقف في مكان ما توقعش فيه ان الكورة حتترد في الحتة دي فخايل التوطية بتاعته دي عملت دلي سنة لعبت الزمالك مش معناه ان انا بقوله ان هو سبب في الجون ولكن هو كان عامل مؤسس يعني وقفته غلط او خطأ عملت تأخير شوية عملت تأخير شوية بدليل ان النساسي ما قدرش ان هو يتحرك اللي هو قارب واحد للكورة لانه هو ممكن يغبط فيه الحكا بالزبط كده ولو احنا معانا الصورة متحركة حيبان فيها الشكل ده يعني ده خطأ طبعا خطأ تمركز خطأ تمركز قدى الى هدف يعني بشكل كبير اقط خطأ تمركز قدى الى هدف اتشاطت ومشيت عايشين الى ارضا ما علينا بقى ما هو خلاص ما هو لعبت الزمانة كلها بناء على في حاجة تانية الخطأ التحكيمي ده الخطأ التحرك تحرك خطأ تحرك ما قدروش يروح له كورة ده ده حاجة الحاجة التانية انا كحادث مرمى لما اوقف في المرمى وبعدين بيحصل قدامي تحرك ممكن اللي هو برضو يلفت نظري يعني من خلف المرمى كان فيه صورة اوضح تمام يمكن انا سامع كابتر خالب بيتكلم وبيقول ان ابو جبل يعني يسقع على الهدف هو ممكن برضو يكون اتشاغل بالحركة دي زي ما يكون فيه تركب تتعامل ودفع بيتحرك واحد جاي بيشوت ماشي فيعني طبعا تحرك ما كانش سليم فبالتالي ادى الى اخد نظر لعبت الزماني بالظبط كده تمام الحالة في حالة اللي هي الاخيرة اللي هي متعادتش برضو احنا عندنا مشاكل دائما في الاعادة وكان برضو في حالة شوت الاولين وبرضو ما اتعادتش هنا الكورة يا طرى خبطة في السدر ولا في الايد يريد بس نوضحها شوية لان هي احنا لما اتفرجنا لو في صورة المع اوضح شوية من فضلكو لان دي ما اتعادتش فعلا ولا حتى رحل الفار اكتب برضو احنا عايزين نتفق اتفاق حتى في اللعبة الاوانية اللي هي بتاع ابن شرقي برضو هو ما رحش للفار هو ما كانش في غرف الموتش ولا ايه لا فيه فار طالما ان هو بيشيك وبيلاقي ان هو قراره متفق معه قرار الحكم او ما بيلاقيش صورة عكس قرار الحكم فبالتالي بيقعد ساكت بيقول له كنفيرم على قرارك وخلاص واللعبة ببيستمرش فبالتالي ما بيلجأش ان هو يخرج برة ويراجع والكلام ده في اعتقد دي لو اتعادت ممكن تباني انها دار بالجزاء برضو لو احنا شوفناها انت الصورة كانت اوضح شوية صورة غير الفيديو كابتن برضو طبعا الاحساس بيختلف صورة ما عندناش هو العاب زي دي لازم تتعاد وتتعاد من اكتر من زاوية فيه بس معلومة النهاردة عايزين نقولها طبعا ابراهيم النهاردة كان رابع وطبعا ده كان عشان يعني ده انقاذا للموقف ان هو لتحدى افريقيا استعام دي وبرضو من الظروف ان هو عنده مطش في مصر هنا واتأجل فكان هو عامله مسحة عشان يلعابه كان مطش الاهل الليبي على موقع اعتقده فرق من السوبيا فبالتالي كان هو جاهز اعتقد ان هما كانوا عايزين يستعينه في البداية بقى مين عمر ولكن هو مصاب فالظروف دي كلها قدت ان ابراهيم هو اللي يقعد رابع السؤال حياك سألته طب النهاردة لو حكم الساحة اتصاب مين اللي حيدير سمعنا كلام ان اللي بيدير الحكم الرابع طبعا ده كلام من الصح وكلام مش موجود على ارض الواقع ان طبعا النهاردة البلد المضيف هما الفرقتين يعطيع البلد مضيف الحكم الرابع منها فالنص اللي حاب بنتكلم فيه ان مساعد رقم واحد هو الى حيضير ومساعد رقم اتنين هو اللي يبقى مساعد رقم واحد في ماتش النهاردة كان فيه مساعد احتياطي كان هو ممكن يلعب مساعد رقم واحد كان فيه مساعد متأكل يعني اه اه كان فيه مساعد احتياطي تمام برضو سيكازوي كحاكم بار يعني اعتقد ان هو برضو عليه على ما تستفهم كتير في تعيينه هو النهارد ما عندهش مشاكل ولكن في تعيينه هو كان عنده مشكلة مع الاهل قبل كده كان حسب عليه مراكل الجزاء مش ركل الجزاء بالنسبة لهم مش مقبول ماتش الاهل الوداد قد فيه تمام اما طبعا زي ما احنا شايفين اما تلاتة تمام سيكازوي موجود ومعه حاكم واحد بس مساعد ايه بار وبردو احتياطي للايه بار الموجود برضو ملحوظة لازم اقولها في ماتش الكونفدرالية في النهائي كان فيه اتنين حكام ساحة شغالين بار وإيه بار وفيه مساعد شغال إيه بار يعني كان بيلعب جوه جوه العربية او جوه الفان بحكم هو حكم بار وقصته حكم ساحة ومعه مساعد ليه برضو حكم ساحة ومساعد تاني حكم راية النهارده مفيش غير حكم واحد بس هو اللي قال ذا والحكم التاني هو حكم راية مش أساسا مش حكم وديه نهائي بطولة وديه نهائي بطولة ولكن تفسر دا بايه المعايير في أختار تفسر دا بايه سريعا اعتقد ان هو ممكن يكون بس قصور في الترتيبات يعني انا النهارده لازم ارتب ان فيه ظروف بس بدليل احنا عندنا حكم كان موجود النهارده حكم حكم فيديو واتصاب فانت مفوط تعمل حسابك وانت بتجيب المجموعة ان انا ابقى جيب زيادة تحسبا للمواقف زيادة قولت انا كليده اكيد طبعا كابتن ناسر عروب بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا النهارده انا اللي بشكرك يا كابتن طارق وبشكرك على روحك اللي انت بتتعامل بها مع الناس هنا ومدي مساحة للأهلوية في المكان كله حاجة انا بحقيق عليها طبعا الكابتن ناسر زيادة كابتن مصر وفي النهاية بنقول مبروك لمصر البطولة احنا معظمنا كل الناس هنا زيادة معظمنا احنا بنتتكلم على الواحد اللي انت بتتكلم عليه بس حبيبنا برضو يعني يعني ده بقرار اللي جنبنا مش من عندنا وعايزوا حاجة حاجة ودي الروح اللي احنا عايزين نوصلها للناس ان الكابتن طارق بقول يا جماعة هو الموضوع احنا مش جبابرة وما بنقهرش حد لا بالعكس سبوه وطبعا ده هو ده منتظم من كابتن مصر لا لا هو من اون طايم من جنب اللي باشينا عبدالله طبعا باشكرك شكرا جزيلا انا باشكرا حاجة كابتن طارق باشكرك باشكرك شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين كل الشكر طبعا لكل الناس اللي موجودة في الكونترور الروم في الكاميرات في الاعداد كل الناس اللي حياتي عبوا معنا النهاردة باشكرك شكرا جزيلا بقول مبروك لنادي الزمالك الاداء ارفع راسكو الزمالكوية قدوا مباراة عالية جدا جدا كانوا افضل من النادي الاهلي بنقول مبروك لنادي الاهلي ومبروك لنادي الزمالك برضو الاداء وهرض لك على النتيجة وان شاء الله البطولات اللي جاية هتكون ان شاء الله بازد الله خير عوض عن هذه البطولة التي راحت باشكرك شكرا جزيلا غدا حلقة جديدة من زمالكاوي مع كابتن خارد الغندور عاش الزمالك وعاش حبه في قلبنا